ترجمة نانسي قنقر وعلى رأس الدبلوماسية الأمريكية خدمت بإخلاص منافسها السابق بارك أماما مع عزز مكانتها من حيث السياسة الخارجية كمرشحة لرئاسة لا يمكن لأحد أن يمسها بعد اليوم بزيارتها لمائة ودولتين في أربع سنوات حطمت هلل الأرقام القياسية وأثبتت أيضا أنها قادرة على المرأة في حين أنها استخدمت شهرتها لتعزيز قضية المرأة والطفل أنا مستعدة للعودة إلى مجلس الأمن مرارا وتكرارا خلال الربيع العربي وجهت الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية بيد من حديد نمط من شأنه إفادتها في المعارك الحزبية في واشنطن أعتقد أن هيلاري كلينتون أكثر قابلية للمواجهة من الرئيس أوباما هي تعلم أيضا أن للبيت الأبيض ثمن أشهر عدة من الحملة الانتخابية بما تحمل من هجمات شخصية لكن كلينتون برهنت قدرتها في تجاوز المصاعب كما كان الحال أمام فاضحة مونيكا لوفينسكي التي كانت على واشك أن تدمر زواجها زوجها بيل كليمتون مناظر مخضرا وشهرته تكمل الكارسما التي تتمتع بها هيلاري ولكن في النهاية القرار في أن تدخل أم لا تاريخ كأول رئيسة للولايات المتحدة يعود لهيلاري وحدها شكرا